عربياً استخدمت كل من الصين وروسيا حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بهدن مدتها سبعة أيام في مدينة حلب فيما ابتنعت كل من الفنزويلا وأنجولا عن التسويت لصالحه إسبانيا ومصر ونيوزلندا قدموا مشروعاً للتسويت عليه في مجلس الأمن لوقف مؤقت لإطلاق النار في حلب لإدخال المساعدات الأمر الذي أيدته 11 دولة هذا واستخدمت روسيا حق النقد الفيتو للمرة السادسة حول سوريا منذ بدء النزاع والمرة الخامسة بالنسبة للصين